أهلا بكم في قناة عالمنا الولايات المتحدة ساعدت الجيش الروسي في إقامة جمعة سوداء لدفاع أوكرانيا الجوي تحت العنوان أعلاه كتب سيرغي فالتشينكو في موسكوفيسكي كومسوموليتس حول الحيلة التي لجأ إليها الجيش الروسي وأعطت نتائج مضاعفة وجاء في المقالي أصبحت واضحة جميع تفاصيل الضربة المكثفة التي وجهتها القوات الروسية في السادس عشر من ديسمبر لمرافق البنية التحتية في أوكرانيا خصوصية ضربة يوم الجمعة كما أعلن الجيش الروسي ولم تتحضم أعلن هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الأهداف لم تكن مواقع كثيرة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بمقدار ما كانت أنظمة الدفاع الجوي المتبقية كيف أمكن تحقيق مثل هذا النجاح على ما يبدو تم إجراء عملية حقيقية لكشف مواقع الدفاع الجوي الأوكرانية وتشويش حساباتها وتفيد التقارير باستخدام أهداف كاذبة ومحاكاة لهجمات صاروخية إلى حد ما خدمتنا أيضا استخبارات الولايات المتحدة والناتو التي تزود أوكرانيا بالمعلومات بنشاط فالجيش الأوكراني يفتقر إلى وسائل الإنذار المبكري تنقل هذه المعلومات من مواقع قيادة الناتو بسرعة إلى مقر قيادة الجيش الأوكراني ومن هناك إلى قيادات عمليات الجنوب وعو الشرقي ومباشرة إلى وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وهذه الأخيرة تتلقى أمر الاستعداد لقد حدث هذا من قبل ويبدو أنه حدث في السادس عشر من ديسمبر أيضا إنما الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات أصابت أهدافا خاطئة هذه المرة كان لخدعتنا العسكرية تأثير مزدوج فأولا تم إهدار إمدادات الصواريخ المضادة للطائرات والقوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص كبير في هذه الصواريخ وثانيا انكشفت مواقع صواريخ S-300 واو بوكي وأصبحت هي نفسها أهدافا لمضادات الرادارات الروسية من صواريخ KH-59 و KH-31P فيما يتعلق بهذه القصة بأكملها يطرح بعض المحللين السؤال التالي هل الهجوم على الدفاع الجوي الأوكراني مرتبط بالأحداث الكبرى القادمة على الجبهة؟ ربما يجري تطهير أوكرانيا من الدفاع الجوي حتى يشعر طيراننا بمزيد من الثقة في المعارك القادمة ترجمة نانسي قنقر